هل هنا برضو هيبقى سؤال يعني أهلا أنا ممكن أروح ألاقي الرف فاضي هل ممكن أروح يقولولي الفراغ خلصت هل ممكن أروح يقولولي الزيت ما بقاش موجود لا طبعا احنا عندنا الحقيقة احنا بنكسف الكميات المعروضة بشكل كبير جدا ودي النقطة اللي كنا بنتكلم فيها احنا عندنا الحمد لله الدولة المصرية كانت عاملة مشروعات عملاقة في كل مناحي الحياة وفي كل مجالات الحياة كان فيه مشروعات عملاقة قامت بها الدولة المصرية دلوقتي المشروعات اللي عملتها الدولة المصرية دي لها دور في ان احنا نقدر نلاقي احتياجاتنا ونلاقي مستلزماتنا بأسعار مناسبة ونلاقي الكلام ده مقبول بالنسبة لمواطن المصري علشان كده يعني مشروع زي الدلتة جديدة استثمارات بمئات المليارات وألافات بتحط وعمال بيشتغلوا ومكان بيشتغل علشان خاطر يقدر يوفر إنتاج زراعي وإنتاج نباتي مشروع تشكة الخير مشروع تنميذ سينة المشروعات اللي بتنفذها الدولة المصرية في مجال إنتاج الحيواني توفير التمويل للمزارعين أو للمنتجين في الإنتاج الحيواني عشان يقدروا يطوروا من إنتاجهم مركز تجميع الألبان كل دي مشروعات عملاقة نفذتها الدولة المصرية هدفها أن أنا يبقى عندي وفرة وعندي إتاحة من المنتجات النقطة دي في دول مش موجودة عندها إحنا الحمد لله عندنا هذه النقطة في بعض الارتفاعات طبعا ممكن يكون في بعض الارتفاعات في الأسعار في بعضها مبرر ولو أسبابه في بعضها غير مبرر وليس له أسباب الدولة حطت بديل اللي هي المنافس اللي نقدر من خلالها بقى نعمل ربط ما بين المنتج والمستهلك ودي فكرة مبادرة خير المزارعين للأهلين اللي أطلقتها وزارة الزراعة كأحدى مبادرات الدولة لحد من ارتفاعات الأصعار المبادرة دي بتجيب من المزارع المصرية ومن خير المزارع المصرية والمنتجين المصريين يحط منتجتهم في المنافس والشوادر ومناطق النقاط البيع التبعة للوزارة أو التبعة لنا وبها مش ربح مرضي للمنتج وسعر مقبول للمستهلك أو مرضي للمستهلك ففيه حلقة وصل موجودة وبالتالي ده يطلع كسبان ويستمر في العملية الانتجية المنتج يستمر في العملية الانتجية وبالتالي نضمن استدامة العملية الانتجية وفي نفس الوقت المستهلك حس ان هو بيشتري المنتج بتاعه بسعر مناسب وبسعر مرضي لي وبالتالي أصبح فيه بديل متاح له في السوق وبالتالي يقدر نعمل عملية سيطرة على الأسعار أو اتزان في سعر السوق